اشتركوا في القناة عن هذه التجربة بالذات يعني تجربة كانت من أجمل قصص اللي صارت بحياتي حياة لها حدا رح تسألي شارك رح يقلك هالشي وحياة لها حدا ما شارك بس بغني طموحها أكيد يكون جزء من هيك برنامج كانت تجربة كتير حلوة عرفتنا عكتير عالم وعرفت العالم علي أكيد عطيتنا بوست بمحالة أنا كنت بحاجة لقلو تعلمت كتير منها بس أنت كنت بتغني قبل يعني كنت أو كانت بس هواية أو كنت يعني شاغلة عارفة أنه أنا هيدا بدأت تكون مهنت يعني دفويس إجا غير لي ما صار كريارتي كلها يعني كنت بغني كانت هواية يعني للتسلية فقط ودفويس أصلا إجا بالصدفة يعني ما كنت مخططة أنا أنه بدأي خلص جامعة وبدأي شارك ببرنامج هوات صار عن طريق الصدفة وكنت بغني يعني أنا كنت أنا وصغيرة بكورال مثل كتير ناس من عمري يعني هذا الشيء الوحيد اللي كنت بعمل مع أنه الناس اللي كانوا مشتركين معي بالبرنامج أغلبيتهم كانوا محترفين أو أنه مهنتهم يعني يعني بيتمرنوا يمكنوا بيشتغلوا كتير على حالهم بيتمرنوا حفلات كل الوقت أنا لا أسهل لألون لكن بكل شيء بالحياة حالي حدا رح تسأل الخبرة أهم شيء والمسرح بده خبرة كيف تتعاطي مع الناس مع الميكرو مع المساعد مع كل شيء طيب هون أنا سؤال هيك دائما بيخطر ببالي بعرف أنه هيدا النوع من البرامج كتير بتاخد ضجة كبيرة وقت تكون موجودة وبكون عندها نسبة مشاهدة كتير عالية والمشاركين بعيشوا نوع من نجومية خلال هيدا البرنامج إن كانوا بيكونوا تحت الأضواء على المسارح الكبيرة كل العالم الأنظار عليهم في السوشال ميديا وفجأة بيخلص هيدا البرنامج هون يعني عبالي أسألك قدي صعب أنه ترجع على الواقع اللي هو كمان وقعنا اليوم صعب يعني بتخلص من شيء شهره وعالم وأضواء وهيك وفجأة بترجع لحالك على البيت صحيح كيف بتكون ما بعد The Voice اللي عم تقوليه كتير صح بس تبلش من الآخر وعجع على الأول في كتير مشتركين بالسيزن طبعي مع أنه نحنا مشتت The Voice Kids كنا للقبار أدولت في كتير ناس ما بعد البرنامج عملوا ديبراشن لأنه كانوا متوقعين شيء وأرض الواقع كان شيء تاني مشكلة هيدا البرامج بوقتنا نحنا إنه صارت كتيرة وبالسنة بيقطع على المشاهد أكتر من مئة تالنت سوى المشاهد قد بده يحفظ يعني هي المشكلة مش بالبرنامج بحد ذاتها أو شو ما كان بالعكس قد ما هي كترة البرامج عدد المشتركين الهائل والفورمايات بتختلف يعني برنامج بس كمان هل بتم ملاحقة الفنانين يعني الأصوات الحلوية هنا كمان هيدا المشكلة يمكن أنه بتنحطي بمحال بتعيشي يمكن هيدا الوهم إذا بدنا نقول وترجعي بعدين بتطلعي بتقولي لا راح خلص يعني بدأ جاء أنا بلش من السفر مرسي أنه سألتيني هالشي لأنه كثير ناس على السوشيال ميديا خاصة اليونج تالنت شباب والصبايا اللي أصواتهم حلوة بيسألوني أنه عابلنا نشارك أنا بشجعهم وبقال لهم كتير حلوة بيتعلموا كتير بس دايما في بجرب اللون شو الواقع من بعد البرنامج لأنه مثل ما قلت بنطلع من البرنامج نحنا كل عالم عم تحكي فينا على السوشيال ميديا فيه هجوم كتير كبير نحنا حديث الساعة كله بدو ياخد منك حكي شو عم تحضر فجأة يعني لأنه خلص بطلت أنت الترند إجاب برنامج تاني إجاب موضة تاني العالم تنسيكي وفجأ أو إجاب مشتركين جديد سو ما بقى قد قبل نقدر نقول أنه برامج الهوات عم يعملوا منك السوبرستار كتير صعب يعني طيب هلأ حكينا شوي بس بنا نسمع المشاهدين صوتك محلولة يعرفوا عن أي نوع صوت عم نحكي تفضلي شو بديك تسامعين أنا مبارح قبل ما قطلع حطيت على انستجرام سألت الناس اللي عندي لمين عبالوا نسمعوا أنا أنت من السجستشن وكتير إجارنا عبالوا نسمعوا لوائل سأقول شي لوائل يلا وإنت حرر هالحياة كتير بتغري كوكبنا بيلف وبدور وبدك إي أنا نمشي دغري ونخلي الطابق مستور بدك للحق الناس بتكره كلمة لا ما شدني بالمقلوب كل شي ممنوع مرغوب بطل في فرق كبير بين الباطل والحق بدك للحق الناس بتكره كلمة لا ما شدني بالمقلوب كل شي ممنوع مرغوب بطل في فرق كبير بين الباطل والحق الله الله يا ماريز يعني شو بدي أقولك بعرف قدي صعب اليوم أنه فتاة تتغني أغني لشاب صاحب صاحب خاصة وخزن أهوائي وقال كفوري اللي منواجه له تحية كنت ذكرت ماريز السوشيل ميديا خبرين شوي قدي مهمة السوشيل ميديا بحياتك وقدي بتحسي كمان أنه هنا في فرق بين الأشخاص اللي بيعرفوا يستغلوها صح ويمكن يشتغلوا على الفيديوز اللي عملتلون بفترة معينة مثل فيديوز دي فويس قدي أنت يعني ماريز خاصة أنا حسيت أنه أنت شخص بتروح أكتر على الطبيعية بالفيديوز طبعيك يعني مش السوء البروفيشنال إيكي أنا بعترف بالشغلة أنه أنا من ناحية السوشيل ميديا مرات بحيات حالة مأسرة وكل الناس اللي حولي بيقولوا يا ماريز أنه كل الناس اللي بعمريك والتالنت مثليك أنه حرام دايماً في عندهم أنه ليم أنك أكتف كل الوقت أول شيء بدي أقول أنه الظرف باللبنان ما كتير بيساعد كتير مرات تكوني محضرة أشياء وبصير أنا أنه بالوضع ما بيسمح ألا بدي أقوله أنه لك بشو بالا عارفت هيدا يمكن اليوم هيدا اللبناني أكتر شيء بحس فيها صار من اللبنانية صرت تستحي كمانا هذه الأشياء مش كتير مرتبطة بالوضع أو احتفالات عادة أو أعياد أو حيال هذا واحدة من الأشياء بس ما فينا ننكر أهمية سوشال ميديا ودليل على هذا الشيء في كتير ناس نشاهرون ورا السوشال ميديا في كتير ناس ما فيه وراهم لا شركة إنتاج ولا شيء بس لأنه كانوا مثابرين بالبوست بالريليس اللي عم يعملون بالأغاني ما بعرف قدروا يوصل المشكلة أنه بتصير باستمراريتك كفنانة هل السوشال ميديا هون بتظل كافية يعني دايما أنا بقول أول يعني أول ستاب أول ما العالم تعرفك رح تنبصت فيك يمكن أهين من أنك تظل مستمرة يعني العالم تعرف يعني هي مش أنك تكون موجودة أو تنعرف المشكلة أنه كيف تستمر بهيدا الشيء اليوم مريز عندنا نقص كتير كبير بالأصوات النسائية ما بعرف لي يعني طبعا ما عم نحكي عن الأصوات النسائية النجوم اللي عملت اسما وصاروا أسام كبار وصاروا نجوم الصف الأول بالعنصر الشباب إذا بدنا نحكي في كتير أصوات حلوة بس ما عم نشوف سيدات عم يقدروا يصيروا نجوم مثل ما كانت بالحقبة السابقة مع أنه نحن بحاجة لقلهم ليه بتقول شو هي مشكلة وصولهم اليوم هيك دايما بحكي بهذا الموضوع مع ناس أصدقاء بالوسط وبرات الوسط أنه عن جد سلنا زمان ما شفنا نيو تالنت وبالأخص سبايا مش بس بلبنان بالوطن العربي قليل نشوف بنت عم تنطلق عن جديد ليكي بدي أقول شي ما بدي حط حجة بس الوقت اللي طلعوا فيها بس بدي وقفك شوي مريزة أنا مضطارين ننتقل على مطار رفيق حرير الدول مع ريف عائل ريف عم تسمعيني